اشتركوا في القناة بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تأخذ من الولايات المتحدة مقرا لها تحاول أن لا تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية والتي تحذر أي طرف من التعامل مع أي منظمة تصفها بالإرهابية الأمر الذي يعتبره البعض تدخلا في حرية الرأي والتعبير عبر شبكة الإنترنت معظم مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر متاحة أمام الجميع ولكن لا يمكن معاقبة الشركات بسبب من يستخدم مواقعها ونعتقد أنه لا يحق للحكومة الأمريكية منع أحد من التعبير عن رأيه هذا القرار يعامل الأمريكيين كالأطفال وينص عليهم ما يجوز ولا يجوز الاستماع إليه سكاينوز عربية حاولت الاتصال بشركة فيسبوك التي ردت برسالة عبر البريد الإلكتروني تقول فيها أن فيسبوك لديها شروط ضد نشر أفكار الكراهية والترويج للإرهاب ولديها قسم لمحاربة هذه الظاهرة تشير أحد الدراسات إلى أن 90% من نشاط بعض المنظمات المتشددة يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكيف تتعامل هذه المواقع مع منظمات كتلك؟ وهل يحق لها أن تحذف صفحات تلك المنظمات؟ حسب وسائل التواصل الاجتماعي لديها شروط وطالما المحتوى اخترق هذه الشروط من حق الشركة طبعا إقفال هذه المواقع هذه المواقع كأنها مواقع أمريكية وهم في نفس الوقت مثلا يدعون إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية هم أعتقد يعملون بطريقة أن الغاية تبرر الوسيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر